السلام عليكم خواه إن شاء الله أراكم كامل بس على بني كامل شفتوا العبسة هذه اللي حقتني الناس اللي تبعني بزيف حطيت لكم بوست اللي اهمات لي فاتوا بل اللي راح وصلني الدرع لتالي المليون تالي يوتوب تاني حاجة الخواه مع لابني كامل تسنوا في ستوديو جديد عندي شهرين وأنا نقولكم ستوديو جديد ستوديو جديد ما تقلقوا ما قالوا الخواه ليامات الجيه ان شاء الله ولا نقدروا نقولوا من الفيديو الجيه ان شاء الله نبدأ نصور في الستوديو الجديد مهم خواة جبت لكم اليوم الان فينيكس هوت 11 بسح ليس أي نسخة معي نسخة فري فاير لحتى العلبة تحت الخواة جاء بالديزاين ولا بتصميم فري فاير وما تحبس هنا برك حتى الواجهة التليفون فيها لمسة تحت اللعبة كما لأي قونات والتصويرات الخلفية وحتى الانتي شوك تحت التليفون اللي يجي من برا حتى هو بالستيل فري فاير وكالعضة الخواة وما تبخلوش على ود بلادكم بجامل الفيديو اللي ما هوش مشترك معنا يشترك معنا على بالي رح يستفيد بزفاف معنا واول حاجة تقدر تلاحظها في الهوت 12 تاع ان فينيكس هي انه تليفون عم ملاق بزفاف والحجم الكبير تاعو جاي في الطول يجينا بخلفية وحواف كاملة من البلاستيك كما كامل تليفونات اللي في الفئة تاعو والهوت 12 هذا الخواة في الفئة السعرية تعجويه 3.200 حتى 3.300 وكما الشكل تاعو كبير حتى الشاشة كبيرة بزفاف خلاص تجيب مقاس 6.82 انش بدقة الـ HD Plus ليس فول HD Plus من نوع IPS LCD وبسرعة تحديث 90 هرتز تعطينا كثافة بيكسلات شوية نقصة حوالي 259 بيكسل في الانش لانه الشاشة الخواة هنا بحجم كبير بزفاف يعني لا يمكنك يدلك شاشة كبيرة كده هكا وبدقة الـ HD Plus وبكثافة عالية الا مثلا في فئة تأتي لخوانات اعلى من هكا والشركة هنا الخواة ركزت على الحجم الكبيرة للتليفون لانه التليفون نقدروا نقوله موجه بزفاف العشاق الألعاب ودوك نحكيه في الحكاية عادية والوزن تاع الخواة بالنسبة للحجم هذا نقدروا نقوله وزن مقبول ولا وزن عادي تليفون هذا الخواة يوزن جوية 195 قرام وهو وزن عادي بالنسبة للحجم التليفون ويأتي بربع ألوان مثلا كما هذا الزرق لي عندي وكاين اللون الأبيض وفيه اللون الأسود والأخضر والسوم كان الخواة أرقيق بزفاف كما نرى التليفون أرقيق بزفاف حتى في اليد كي تهزو كما نرى إبان بالتيليفون أرقيق وهذه حاجة ملاحقة في التليفون نقدروا نقوله أنه من الفئة الاقتصادية فيها أندرويد 12 مع وجهة أنفينيكس XOS 10.6 واجهتها أنفينيكس معروفة أنها بسيطة وعلى حسب تجربتي السابقة معها وتجربتي مع هذا الواجهة مستقرة ما فيهاش مشاكل أنا شخصياً أغل الألوان تحها ما تعجبنيش خاصة كي تهبط الريدو وهذا رأي شخصي بك هذا ما كان وكيما حكينا الواجهة جي بأيقونات وخلفية بتصميم Free Fire البروستور وإلى المعالج هنا من نوع الهيليو جي 85 12 نانومتر الرام 4 جيجا تخزين 64 جيجا في نسخة Free Fire والهوت 12 العادي لمش نسخة Free Fire فيها نسخة رام 4 جيجا تخزين 128 جيجا وكان نسخة 6 جيجا في الرام و128 جيجا في التخزين ومنسوا أنه في العفسة لتزيد لك في الرام عن طريق مساحة التخزين يعني تعطيك رام إضافية فيرتويل يعني ليس حقيقية كما هنا الخواء تقدر تزيد 3 جيجا في الرام عن طريق مساحة التخزين هذه ستعاون بزاف في الآداء تليفون تقييم تلت ملايين وكما قلنا قبل ثاني الخواء أنه التليفون موجه للألعاب ومادام مشرنا PUBG في إعدادات سموث مع 40 FPS معناها Free Fire ستمشي بلاء حتى لقبل حتى مشكل خاصة مع الشاشة الكبيرة مع الـ 90 هرت سنزيد ويعاون بزاف الألعاب حتى الباطارية بسيعة مليحة 5000 ميلي أمبير مع الشاحن سريع 18 واط لا يستحرك بزاف الناس اللي تلعب شوية وتستعمل استعمال عادي شوية ما ذوك رح يكمل لهم نهار عادي خلاص قلنا في الاستعمال عادي يقدر يجيب الكيوم رايح خلاص حتى الناس اللي تلعب شوية وكما نقول وإحنا استعمالها ما هو شغير اللعب كما نقول يلعبوا ويستعملوا استعمال عدي دوكتاني رح يكمل لهم نهار الناس اللي تلعب بزاف خلاص ما يحبسوا اللعب وكما ممكن العشية يحتاجوا يزيدوا ويطلعوا قليلا ويضعوا ويشارج قليلا الكاميرات فيه ثلاث كاميرات صحبين وعندنا أربع كاميرات بسحوما ثلاثة أبرك هذه الزائدة هنا الخوة لا يوجد كاميرا يعني يمكن تبان كاميرا مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابيكسل فتحة 1.8 الكاميرا الثانية تعبور طريق تعاون في تحديد الأطراف تصور شيئا مراهة خلفية مضببة مثلا وهذه الكاميرا الثالثة يسميها QVGI هذه تعاون في الإضاءة الضعيفة كما لا أعرف نقول لكم الكاميرا الثانوية في الهواتف الاقتصادية لا تعوش عليهم يعني نقدرون أن يدرون زيادة كاميرا هنا الخواء مع المعجبوني كما أضعتهم في PC ملاح تفاصيل لابس بالنسبة للتليفون شيئا بجوية 3 ملاح الألوان HDR أو Dynamic Range بس عم عجبني كثيرا في الإضاءة الضعيفة كان قليلا كما قليلا لا تخرب هذا في التصور الفيديو فيه عادي كيف المعجب خلاص التليفون حتى زيادة حطيته في PC لابنت الجودة مقبولة وحاجة بينك مليحة أو مقبولة أنا نقصده بالنسبة للفئة السعرية أو الفئة التليفون ومنسوش أنه يصور الفيديو بضيقة Full HD 30 FPS كما كامل الهواتف اللي في الفئة هذه السلفي بضيقة 8 ميجا بيكسل نقدر مقبول الوان مليحة نقص تفاصيل حتى وبرات التفاصيل نقص شوية في الإضاءة ضعيفة كما الكاميرا الخلفية كان شوية تشويش بالصحلة بس ومنسوش أنه عدا فيه فلاش أمامي أو فلاش واحد في اليمين واحد في الياسار في سماعات خارجية الخواء تمد صوت عالي الصوت يخرج خواء من سماعات تحتانية منفذ السماعات جاك 3.5 مليمتر في البصمة في زر التشغيل استجابتها عالية مع تضع 7 كيل تفتح في هذه الشريحتين وكارت ميموار في نفس الوقت وفي حتى LED موتيفيكيشن وهو نفسه الفلاش الأيسر مثلا تضع تليفون تشارجة يشعل لك هذا الفلاش مثلا يأتي رسالة وإشعار أو أي حاجر ستشعل كل مبهنة وهذه حاجة مليحة وعندنا بزاف ما شفنا هاش في التليفونات اللي راح يتخر جديدة ويجينا معاه في العلبة On T Shocked Free Fire يجينا معاه شاحن وكابل وحتى سماعات لعات الشركات ما تضع بالنسبة الخواة اللي حواجه يعجبوني فيه أنه السمك تحس بزاف يعني يتهز في يدك تحس باللي حاجة غالية شوية نحكي بالنسبة للسمك ثاني حاجة الخواة الشاشة كبيرة بزاف على بل كي الناس يحبوا شاشات الكبيرة بزاف بهذا الحاج ما راني نحكي على شاشة 6.82 إنش يعني شاشة كبيرة بزاف الحاجة اللي مليحة فيه ثاني هي كما نقول حين المعالج والآداء في الاستعمال العادي وحتى في الألعاب مليح وحتى البطارية هنا الخواة العداء تحاملي ومعها شحن سريع ثاني متوسط الحواة اللي بنو لنقصين أولهم دقة الشاشة ناقصة شوية إضاءتها شوية ناقصة وحتى تفاصيل ما فيهاش لأنها بدقة HD بلاس وحجمها كبير بزاف كيف ما قلنا ببيل وكان هذا الخواة انفي نيكس هوت 12 بلاي هذا تاني جبت وحبت نحكي لكم عليه بس هذا الخواة فيه شوية تغييرات وفئة أقل من الهو 12 العادي وزايد فيه حوائج كما البطارية مثلا 6000 ميلي امبير يعني أكبر من الهو 12 العادي اللي فيه 5000 ميلي امبير بس هذا كما قلنا الخواة فئة أقل من الهو 12 والشي هذا يبان مثلا هايليو جي 85 والسومة هذا الخواة في الجوية زوج 800 وزوج 900 وفي رأيي الشخص الخواة سأر عجبني الهو 12 العادي أكثر وهما الخواة في زوج موجهين أكثر العشاق الألعاب يعني ما همش تلفون اي واحد وهذا كان في الفيديو تعليم بخواة إن شاء الله سيكون أعجبكم فيديو على بري جماعة فريفير راح وعجبها من الحال اخطاك ما رو دي ما نقرر في تعليقات يقولك على هذه ما تحكي على باب جي ما تحكي على فريفير مهم موجه فيديو وحكينا طول على هواتف مخصصة طول ولا نسخ فريفير طول مهم خواة إن شاء الله عجبكم في فيديو ونتلاقوا في فيديو جاء إن شاء الله تلونا في رواحكم والسلام اشتركوا في القناة